الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد خبر إذا كدت من صحته قال افتتاح مركز نجلا بشير البدري بمنطقة كزا هذا نسمي المنطقة والمركز بتاع البنية دي موضوع كله فن المعاشرة الزوجية وأدب الجمع والسفة دي قادم على أنه بيعملوا كما الله يفات الفيسبوك ودي موجودة عندي الآن لمن أراد التأكد بتشرح فيها البدري أدق التفاصيل أدق التفاصيل للجماع بين الرجل وزوجته أو أي جماع المهم بيقول له سفاها وعدم حياء وقلة أدب لأنه يا أخواننا ما ممكن العلمانين داري وصلونا مرحلة زي دي ده كل شغل العلمانين بالمناسبة لأن العلمانين أهداف مصلا لنشر العلمانية والإلحاد والكفر بالله ما هيقدر ينشر الإلحاد والعلمانية إلا حسب فهمهم يعني إلا إذا نشروا الشهوات بين الناس كما قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فالعلمانين يحبوا أن الفاحشة تشيع والشهوات تنتشر بين الشباب والبنات ويدمر الشباب والبنات بإغراقهم في بحور الشهوات المطلاطمة الأمواج قالوا دي أفضل بيئة بيئة الشهوات دي ننشر فيها العلمانية والإلحاد شاكدا تسمع المراكز الغريبة دي شي غريب جدا لا فيه حياء ولا فيه دين ولا فيه أخلاق ولا فيه أدب ولا فيه تربية وده ما غريب لأنه قبل كده برضو جابوا داك بلده جواب التلفزيون قال لابد من حقوق يكون في حقوق للجماعة اللي بيعملوا عمل قوملود قال ويسرح في خصله بأصابعينه يتمايع في الشاشة وجابوا داك برضو المجرم التاني داك جايبينه قال من وين هولندا ولا بلجي كمان ولا الدنمارك قال لشان يمثل فيلم على اللواط في السودان وعمل لهم عرسناك في منطقة مناطق الدهب بالراجل وراجل بالراجل وراجل وقالوا عملنا حفلة وعقد كمان قال أظنوا عقد لهم واحد من أهل الطريقة والحمد لله الشغلة وقفت عند ذلك الحد دا كل شغل العلمانين أخوان دا بيزعل لكن بيفرح بجانب تاني بيزعل لأنه دي قلت أدب ومسخرة محاربة للدين والإسلام ولمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وبيفرح لأنه ورى المجتمع السوداني والعالم كله حقيقة العلمانية وحقيقة الملاحدة والشوعين حقيقة ما العلم والتطور والتكنولوجيا زي ما هم كانوا بيغشوا الناس والحمد لله والحمد لله الآن الكذب بتاعهم ما يمشى على الناس حقيقة العلمانية والملاحدة والأحزاب اليسارية دي نشر الرزيلة ومحاربة الفضيلة نشر الباطل ومحاربة الحق نشر الكفر ومحاربة الإيمان والإسلام دا حقيقتهم ما عندهم علاقة العلم التجريب الدنيوي ولا بالصناعات المتطورة ولا العلمانية من العلم ولا العلمانية من التكنولوجيا والتطور أبدا العلمانية من قلة الأدب والكفر بالله سبحانه وتعالى شكرا لما نعرفوا دائرة المعالم المعارف البريطانية عرفوا العلمانية قالوا علماني لا ديني وغير أخروي يبقى دي العلمانية علماني ما عندهم علاقة العلم شكرا لنا بفرح إن الناس الليلة بالذات الشعب السوداني فيهم طريقة العلمانين والملاحدة والمجارمة آخر طقليعة طلعوا بيها السفاة السفاة في المركز له والفيديو أنا حضرته البدي بتتكلم كلام والله يستحي منه مش الرجال يستحي منه حتى المجانين ما بقولوا كلام زيدا حتى السكارة والحيارة ما بقولوا كلام قلة أدب وسفا زي الكلام ده يا خي وين الحياء النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان والحياء قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر وفي البخاري مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل وهو يعظ أخاه في الحياء ويقول كأنه قد أضر بك أي الحياء الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير فالعلمانين ما يستحوا على وشهم ولا يستحوا على دمهم ولا يستحوا على جنسيتهم ذات الموجودة في السودان كسودانين والله دمه بيش بها السودانين قلة أدب وكلام فارق الغرض من الكلام ده غرض العلمانين هو نشر الفاحشة والرزيلة والدعارة بين الناس فانتبهوا يا ناس انتبهوا ومحاربة هؤلاء ما بيكون بل حضور لهم والاشتراك معهم في صفحاتهم في الفيسبوك ولا زيادة المشاهدات والإعجابات لا محاربة هؤلاء أولا بهجرهم لا تحضر لهم لا تشارك معهم في فيسبوك لا في واتساب لا في تويتر لا تحضر لهم في توتيوب لا غيره يرفع مقطع يلقوا الحضور صفر لا مشاهدات هنا حييفه لكن يخش معاه خمسين ألف مشترك في صفحة كل قلة أدب والله ما بعد قلة أدب أبدا حتى الحيوانات تستحي من الكلام الزيد حتى الحيوانات عند أدب شاكد ابن حجر نقل في الفتح فتح الباري شرصح البخاري أن حصانا ابو حصان دار يخلوه يطأمه فكل ما يقرب يعرف أمه يرجع ويهيت ويصيح ما دار يمشي عليها لحد ما غطوا العيون ودخلوا في غرفة مظلمة فصعد على ظهر أمه فلما فرغ فتح العين العرف ذي أمه لوى عنقه فقطع ذكره من محله ورمى به حيوانات تستحي من الكلام القذر ومن القازرات والنجاسات البقلال علمانين دل فاتقوا الله وتوبوا وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم